أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول لقد ظهر في الآونة الأخيرة أشخاص يقومون بالاتصال من خارج هذه البلاد على بعض العلماء في هذه البلاد وليس قصدهم من ذلك طلب العلم أو البحث عن الفائدة بل همهم زرع الفتنة بين العلماء والمشايخ حيث يتنقلون بين عالم وعالم لإثارة الفتنة والشحناء بين العلماء السؤال ما الموقف أمام هؤلاء وما نصيحتكم لنا والله إذا تأكدتم من هذا وأنهم ليسوا مسترشدين وإنما قصدهم ثارت الفتنة وإيجاد التضارب بين أهل العلم في أجوبتهم فأنتم تحذرون منهم وتتصلون بمن يتصلون بهم من العلماء فتبينون لهم أن هؤلاء ليس قصدهم الفائدة وإنما قصدهم إثارة الفتنة فلا يجيبوهم نعم إذا تأكدتم من هذا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة